سور الصين العظيم لم يكن من عادة يوسف وهو عائد من المدرسة أن يدخل المنزل دون التوجه إلى المطبخ لتناول بعض الأكل رأته أمه وقد توجه بسرعة إلى حجرته وفتح حاسوبه وجلس ينظر إلى شاشته الصغيرة اقتربت منه أمه وقالت له ما بك اليوم يا يوسف؟ رأيتك تسرع إلى حاسوبك هل كلفتك الأستاذة بإنجاز بحث؟ أجاب يوسف دون أن يرفع رأسه نحو أمه نعم يا أمي لقد كلفتني الأستاذة بإنجاز بحث مصور حول حضارة من الحضارات القديمة وأي حضارة اخترت لعرضك؟ اخترت صور الصين العظيم يا أمي إن فتحت الشاشة الصغيرة على صور لدولة الصين فقالت الأم سأرافقك وأنت تنجز عرضك ستبدأ أولا بالتعريف بهذا الصور العظيم ونختار له مجموعة من الصور تثبتها داخل عرضك قال يوسف حاضر يا أمي أنا لا أصدق نفسي وأنا أنظر إلى هذا الصور العظيم الذي يبلغ من العمر 22 قرنا وطوله 1500 ميل ويمتد من النهر الأصفر عبر الجبال والوديان إنه الشيء الوحيد الذي صنعه الإنسان ورآه رجال الفضاء حين طافوا حول الأرض قالت الأم وهي تنظر إلى شاشة الحاسو وأضيف إليك معلومة أخرى يا بني وهي أن أحجار هذا الصور لو تفككت وبني منها سور صغير بدلا من هذا الصور ارتفاعه خمسة أمتار فقط لا استطاع أن يحيط بالكرة الأرضية كلها ولو استعملت أحجار هذا الصور في تشييد أهرامات لكن لكانت كافية لبناء ثلاثين هرما مثل أهرامات مصر شرع يوسف في نقل المعلومات التي كان يطالعها على شاشة الحاسوب فوجد بأن ما يقرب من خمسة وستين ألفا من السياح يزورون السورة كل يوم وأن عددهم يقارب العشرة ملايين زائر كل عام قالت الأم لقد أنجزت عملا رائعا يا بني ذكرت فيه مجموعة من المعلومات عن سور الصين سيستفيد منه أصدقاؤك وستكون أستاذتك سعيدة بإنجازك هذا هيا الآن لنلتحق بأبيك على مائدة العشاء